الغير المسلمون يدخلون الجنة مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبائي وعزائي بالله في هذه الحلقة قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف إن كل شيء بميزعا وغير المسلم من الممكن أن يدخل الجنة بكل تأكيد طالما كان يوحد بالله ويقوم بأعمال أخلاقية وإسلامية ولا يؤذي الناس فمثلا لنطرح مثالا على هذا الأمر هناك شخص مثلا غير مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن هو لم تصله الرسالة أو الدعوة الإسلامية الصحيحة فهو لن يحاسب على أي شيء لأنه لم تصله الدعوة إلى الدين الإسلامي ولم يعرف الدين الإسلامي فبالتالي هذا أمر يعود بشكل عام إلى اللبس قليلا ولكن ذلك يعود لله والله أعلم ترجمة نانسي قنقر